نعت وزارة الاعلام ووكالة الانباء اليمنية سبا ونقابة الصحفيين اليمنيين مدير ادارة الرصد الاذاعي وتلفزيوني بفرع الوكالة في عدن السميل الصحفي طه عبد المكرد الذي وافاه الاجل عن عمر ناهز ستين عاما قضى معظمه في خدمة العمل الصحفي والاعلامي في البلاد عشد بيان النعي بمناقب الفقيد ودماثة اخلاقه واخلاصه وتفانيه في ادم المهام المكلة اليه واسهامه في تطوير العمل الصحفي في الوكالة الى جانب زملائه من الرعيل الاول الى جانب سجاياه النبيلة والانسانية تجاه زملائه مشير ليلة ان العمل الصحفي والاعلامي خسر برحيل الفقيد واحدا من ابرز كوادره المتميزين الذين كانوا يتمتعون بسجايا انسانية النبيلة وعبر بيان النعي عن عظيم الاسى والحزن لرحيل الفقيد وعن تعازي الوزارة والوكالة والنقابة لأسر وذوي الفقيد بهذا المصاب الجلل سائلا المولى عز وجل يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وان يسكنه فسيح جناته والزميل طه عبد المكرد من مواليد محافظة عدن متزوج ولديه ثلاثة من الابناء ولد وبنتان التحق بالعمل الصحفي في وكالة الانباء عام الف وتسعمائة واثنين وثمانين وتدرج في المناصب حتى تم تعيينه مديرا لادارة الرصد الاذاعي والتلفزيوني تلفزيوني